نزل خوليان ألفاريس مكان هالند فالجماهير قاعد تسقف للعيب اللي ما سجلش ولا جول من ضمن السلاسية النهاردة فنزل ألفاريس مهاجم منتخب الأرجنتين وأنا بكلمكم في جول جيه هو اللي جابه فانحكي لكم لأن الجول لسه مجاش قدامي لكن تشواميني في نص ملعب ضغط عليه أربعة خدوها منه ببسط لرياض محرز ناحية اليمين يلعبها لفودن اللي يلعبها لألفاريس اللي بينفرد من خلف الدفاعات مسجلا هدفا رابعا رائعا لمانشستر سيتي فارحموا عزيزة قوم نزل أربعة صفر وكمية باسات وكل باسة بتقطع خط وتكتل دفاعي وربنا يعين شواميني متخيل وضع يعني لسه بيستلم الكورة لأ واحد من هنا 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 فسبها لهم خدوا الكورة عملوا الحكينات دلوقتي ورابع لسيتي وبنزيمة مستاء ومحتار وأجواء مثالية بالنسبة لمنشستر سيتي في ملعب الاتحاد بس قطعت التلاتة قطعوها ما تقدرش تقول مين اللي قطعها منهم محرز فودن تواصل رائع مع الفارس اللي انفرد وحطها بهدوء شديد على يمين تيبو كورتوها أربعة صفر تييلة قوي تييلة قوي يا مشجع ريال مدريد لكنها كانت متوقعة بصراحة لكن كانت متوقعة بس مع شوية اللي هو بس ده الريال لازم تحط كلمة ده الريال في الآخر فدلوقتي اللي حصل بصراحة منشستر سيتي السنة اللي فات قدام الريال يخلي مهما كانت قوة منشستر سيتي تخليك قلقان من اللي ممكن يعمله الريال لكن الريال ما عملوش فأنشلوتي حطي دي على رأسه دلوقتي زي المعتاد هذه المرة مش للتفكير بل لخيبة أمل واضحة لأنشلوتي أربعة صفر خمسة واحد مجموعة الماتشين منشستر سيتي إلى اسطنبول وانتهت المباراة رسميا الآن يوم عشرة يونيو المقبل منشستر سيتي في مواجهة انتر ميلانو الباريس الأرجنتيني بطل العالم في مواجهة مارتينيز لو تارو مارتينيز بطل العالم زميله إنزاجي في مواجهة جورديولا روميلو لوكاكو في مواجهة إيرلينج هالند ودفاعات منشستر سيتي وخط وسطه في مواجهة دفاعات انتر ميلانو وخط وسطه أتشيربي وباريلا وشالانوغلو ومخيتريان وإدن زيكو ودونفريس وديماركو والنحية الثانية بقى كيبن دي بروينا وجندوجان ورودري وستونز وروبين دياش وأكانجي ووكر ونيج مليون برناردو سيلبا اللي سجل هدفين رائعين وإيرلينج هالند طبعا وبالتالي مباراة آه حلوة دي صحيح يا مونير محمد صلاح استنى اللي فاتت قال أنا فرحان أو عايز ألعب ريال مدريدة عشان أنتقم فريال مدريدة كسب فالناس ساعتها يقول لها قالت لك إيه؟ لأ ما تعملش كده قدامي الريال ولعبة الريال قالت لك كنا مستنيين واللي رد على محمد صلاح في الملعب واللي رد بعد الملعب فالسنة دي راح برناردو سيلبا قالك لأ تعالي أنا مبسوط أن إحنا هنلعب الريال وهننتقم من الموسم الماضي هو أنتقم بالفعل منشستر سيتي وبرناردو سيلبا نفسه قال إحنا واسقين قوي إن إحنا في الوقت الحالي قادرين إن إحنا نمر جاب جولين حلوين قوي على فكرة لو عايزين بس نذكرهم سريعا يعني الجول الأولاني تمريدة حلوة قوي من كيبين دي بروينا جوه منطقة الجزاء بعد ربط مثالي استغلوا إنه هم لقوا صغرة يمرر فيها آلا بقفل الزاوية البعيدة راح هو مختار الزاوية الديقة فسجل هدفا أول الهدف الثاني بقى حلوته في إنه ما تخضش من فكرة إن المرمى بقى هو مواجه لي وبر عنه كورتوا فلعبها بالذكاء شديد قدام ثلاثة وقفين على خط المرمى بهدوء في أبعد زاوية ما ينفعش يوصل لها مدافع من ريال مديدو ده كان الجول الثاني قبل ما التاريخ يكتب الهدفين الثانيين في الشوط الثاني أربعة صفر لمانشستر سيتي ويتأهل للمباراة الثانية في تاريخه لمواجهة انتر ميلانو